السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله بحولنا سوف اشارك معكم نقطة او تنبيه لكل مستخدمي الهواتف الدكية وخاصة الذين يجلسون في الحمامات او في بيت الخلاء اعزكم الله. فاحيانا تدخل الى بيت الخلاء او في بيتك او نساء محجبات او شي من هذا القبيل فتتصفح في الهاتف عادي يعني لا تقوم بتشغيل الكاميرا او شي ولكن هناك مواقع تتجسس على الهاتف الخاص بك او عن طريق متصفح جوجل كروم ويتم تفعيلها من طرفك يعني تكون افتراضية الكاميرا والصوت مفاعلين او يعني مشغلين في الهاتف الخاص بك وانت تتصفح عادي مثل ما اتصفح انا والناس يدخلون الى بعض المواقع وهذه المواقع تنقل اي يعني الكاميرات الشغالة في العالم يعني يكون بس مباشر او مشتغل مباشر فانت تكون في حالة يعني ربما في الحمام او في مكان غير مناسب او لا ترغب ان يراك اي شخص وهي يتم يعني او تجد نفسك في اه مواقع خاصة بالفيديوهات والناس يسجلونك او شي من هذا القبيل المهم كي لا نطل عليكم هناك عدة امور يعني في الهاتف في الحقيقة انا انصحكم اذا دخلت الحمام او بيت الخلاء او كنت مع زوجتك او شي من هذا القبيل فانصحك دائما ان تقوم بقفل او تغطية او اخفاء الكاميرا سواء الخلفية او الامامية لانه ليس فقط من جوجل كروم بل هناك عدة امور اخرى تطبيقات تقوم بتتبيتها وتكون يعني تكون سببا في تجسس عليك ولكن على العموم الامر المعروف عن الناس ربما هذه القضية تعرفونها او لا ولكن لا بد من مشاركتها معكم سوف ندخل الى جوجل كروم بهذا الشكل عادي هذا هو جوجل كروم الخاص بك سوف تجد ثلاثة نقاط في الاعلى في هذا المكان كما تلاحظون سوف اقوم بالضغط عليها ثم سوف اختار يعني الاعدادات سوف ادخل الاعدادات بهذا الشكل ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك سوف انزل الى الاسفل ثم سوف اجد يعني الاعدادات المواقع سوف انقر عليها بهذا الشكل وهنا سوف اجد عدة امور يمكنك تفعيلها وتوقيفها تمام ولكن الذي يهمنا الان وهي الميكروفون والكاميرا اذا دخلنا الميكروفون سوف نجد ان الميكروفون انك تسمح للمتصفح بتشغيل للمواقع انهم يمكن يمكنهم سماع الى الى صوتك فانت سوف تقوم بالغائها بهذا الشكل ثم بعد ذلك سوف ترجع ثم بعد ذلك سوف تدخل الكاميرا اهم شي ثم سوف تجد انك قمت بتشغيلها سوف تقوم بالغائها بهذا الشكل ثم بعد ذلك عادي الامور يا سلام الان انت محمي من طرفها متصفح جوجل كروم ربما هناك بعض تطبيقات تقوم بتتبيتها يجب عليك البحث في الاعدادات الخاصة بها وهذا ما استطيع ان اشارك معكم واعتدر ان اطلت عليكم وكنتم مع هشام هاشم واذا كنت معجب بالفيديو لا تنسى الاشتراك والاعجاب وتركنا تعليقا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته